روح النجاح بحث في المعجم عن معنى النجاح مريم ويبسترز أو أوكسفورد أو كلها بتكلم تحقيق هدف في لسان العرب الضفر بالشيء وبلوغ المرام فكرت فيها قلت إذا هتلر حط فراسه هدف وصله هل هو يعتبر ناجح قلت إذا لازم يكون في عندنا ضوابط للنجاح بحيث أنه ليس هذا النجاح الذي نريد ولا حط حاجة في راسك وأنه خلاص الحاجة دي معناه أنك تحقكتها ففي رباعيات في البداية عشان أفهم النجاح بطريقة صحيحة أنا أول دورة في تطوير الذات عملتها من سنة ثمانية وتسعين فالسنة الجاية سنحتفل بخمسة وعشرين سنة بتقديم الدورات التدريبية في التطوير الذاتي وتنمية البشرية ففي رباعيات في البداية عشان أفهم النجاح صح عشان يقول هذا النجاح الذي نريد أول حاجة له مكونات ريال سكسس والنجاح الحقيقي وكلمة ريال أربعة أحرف إذا ما عندك علاقات جيدة أنت كذا ما أنت مكتمل في أركان النجاح من ناحية المهارات والتمكين توجهات دهنية واللي هي إذا ما عندك هذه الأربعة مكونات نجاحك ناقص وأركانه ناقصة طبعا مسك يعني بتغطي هذه الجوانب عندها توجهات مسار للقيادة مسار للمهارات لأن فعلا هذه مقومات النجاح الحقيقي والنجاح الحقيقي ينبغي أن يكون يتجلى في الإنجاز في أربعة محاور أساسية إنجاز نحو النفس بس إنجاز نحو الآخرين قو أنفسكم وأهليكم نارا وإنجاز نحو الدنيا وما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بين الدنيا وإنجاز نحو الآخرة كل اللي ينسوي هذا مزرعة للآخرة فهذه المحاور الأربعة للإنجاز لازم يكون فيها توازن جوهر النجاح روح النجاح الاتزان لو سألتك قلت لك ما عكس البخيل قد تقول لي الكريم أقول لك لا عكس المسرف الكريم في النص لو قلت لك ما عكس الجبان سأقول لي شجاع أقول لك لا المتهور الشجاع في النص فالفضيلة وسط بين رذيلتين فإن لم نتزن عندنا هنا إشكالية كبيرة قضية أخرى كمان داخل كل واحد فينا مش فصان في الشخصية وكنت أتكلم مع بعض دكاترة علم النفس وخصائيين النفسيين في حاجة يسموها العلم نفس الشخصيات داخل كل واحد فينا في شخصيات مختلفة في المحارب بداخلك هذا بالعزيمة بالإصرار لما تروح الجيم وتتمرن تحتاج المحارب بداخلك ما تحتاج المحب تخش لهم على الجيم تقول لهم حب بعض بوصوا بعض لا تخش الجيم وحش عارف أن يتكلم بروح المحارب في داخلك فداخل كل واحد فينا في محارب لكن في محب لفر بعطفه بحنان ومودته الساحر المبدع بدكاء وابتكار وبدهاء ويقول لك تشتغل بدراعك تكل عيش تشتغل بدماغك تشتري فرن العيش فالساحر المبدع الذي هو دائما يتشاكل مع المحارب هو كل شيء ضرب هو كل شيء أكشن هو كل شيء يعمل فيها تكسير وتضرب يعني ضرب فخلي فيه شوية إبداع وابتكار الحاكم القاضي الملك الذي يتخذ القرارات ومركز إتخاذ القرارات هذا فريقك الداخلي إذا ما وظفت هذه الشخصيات وهذه القوة الموجودة في داخلك نجاحك غير متزن في إشكالية وفي قصور الحياة لها مستويات وهذه الربعية الأخيرة أربعة مستويات أنت عبارة عن كتلة من روح وعقل وعاطفة وجسد في الحياة المستوى الجسدي الحياة المستوى العاطفي والقلب الحياة المستوى الذهني والعقلي والحياة المستوى الروحي فلنفترض أنه هذه أحصنة بتجر عربة حياتك لو كل واحد منهم راح في اتجاه ستتحطم العربة السر أنها تكون ماشية كلها في اتجاه وفي سينك أو في تناغم وفي توازن بينها لو قدر تعمل هذا السينك هذا التناغم هذا التوازن بحيث أنه عملك اللي أنت بتسويه تقاطع هذه الدوائر الأربعة نقول هذا إنسان لقى صوته هي فاوند فويس لأنه في الحياة ممكن تكون الصمت وما حدر عنك ممكن تكون الصدى وردت فعل الآخرين وتكون إما ممكن تكون الصوت وتسمع العالم أنت مين الذي يضيع صوته هذا نقول عليه إنسان ناجح يفاوند فويس لقى صوته لو نجي نفكر كيف الإنسان نجح هذا ما هي الأشياء التي عملها على سبيل مثل المثال في الجانب الجسدي وظف حاجة يسموه الفيزيك الكوشن أو الذكاء الجسدي يستخدم ذكاء العاطفي يستخدم ذكاء العقلي الايكيو يستخدم الستخدم كوشن صار في تركيز لفترة طويلة على الايكيو الذكاء العقلي لكن في دراسات كثيرة تتكلم عن الايكيو اليموشن الانتليجنس كمان له أهمية أيضا في سوق العمل ليس بس السيفي تبعك كمهارات لأنه تسعين في المئة من التعييم مبني على السيفي تسعين في المئة من الفصل مبني على قضايا شخصية ونفسية ويموشن الانتليجنس ستلاقي أنه يتجلى هذا على المستوى الجسدي إنسان منضبط يستغل الفرص هذا إنسان ناجح على الصعيد الجسدي يتجلى ذلك في الشغف والحماس على مسألة القلب هذا عنده شغف يقول الحي يحييك على المستوى العقلي يتجلى ذلك أنه إنسان عنده رؤية عنده فيجين ويستغل مواهبه يتجلى ذلك على المستوى الروحاني إنسان عنده ضمير ضمير صاحي وهذه الأعضاء وهذه الأجزاء غالبا إذا تبع توظفها صح أسأل نفسك سؤال ما الذي يفيد ويدر عائدا عشان لا تتعب على الفاضي إن كده سألت السؤال الصح الجانب الجسدي ما تحب الرغبة والشغف. أنت سألت السؤال الصح عشان توظف الجانب العاطفي ما تتقن أنت سألت السؤال الصح عشان تلعبها صح الجانب العقلي وما يحتاجه العالم. أنت بتسأل السؤال الصح للجانب الروحاني لو كل جانب من هذه الجوانب كان بيكلمك وبيوجه لك رسالة الجانب الجسدي سيقول لك ادفع لي مقابلا مجزيا لا تعبني على الفاضي وتكرفني على الفاضي من غير مقابل. لو الجانب القلبي بيكلمك سيقول لك عاملني بلطف الناس صاروا صحراويين الآن وعايشين في جفاف عاطفة كذا يعني خليك لطيف شوية ما كان يعني اللطف في كل حاجة واللين في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة لو كان سيكلمك العقل سيقول لك أرجوك يرحم أمك لجل الله تكفى استخدمني بإبداع شغلني لا تركني. لو كان الجانب الروحاني سيقول لك اخدم الحاجات البشرية بطرق محترمة في غاية أسمى لكل مستوى من هذه المستويات الجانب الجسدي أن تعيش تليف قبل لا تموت عيش في ناس ماتت في الخمسة وعشرين واندفت اندفنت في السبعين ماتت الهمة مات الطموح مات كل حاجة وفضل الجسد كذا من غير روح أنك تعيش صح تليف. تلوف أنك تحب أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أنك أنت تترك إرث هذا النجاح بالطريقة التي أفهمها. نقول إنسان هذا صوته بدأ يلعلع. طب اكتشفت صوتي وعرفت صوتي عرف المرحلة الثانية إيش ساعد الآخرين على أن يعثروا على أصواتهم هم. مبسوط إن أنا أشوف شباب في المش بس في العشرينات حتى في الطعشات معانا سبعة طعش طمانطعش تسعة طعش حلو كل المتحدثين اللي جوا سواء اليوم أو اللي هيطلعوا بعدي أو بكرة ناس وصلوا إلى درجة من النجاح والله يبارك لهم وجاين هنا يردوا الأدين وإنهم هم يساعدوا كمان الشباب إنهم هم يوردوا ويلاقوا أصواتهم هم كمان دربا النجاح ورحلة النجاح فيها سر لما اكتشفت ريحني كثير. الآن احنا اتكلمنا على ما هو النجاح بالطريقة اللي أفهمها وموازناتها خلينا نتكلم على الكيفيات كيف أوصل للنجاح في رحلتك نحو النجاح لازم تفهم الفرق بين النمط الخطي والنمط التذبذب لما فهمت أن الحياة كلها عبارة عن ذبذبات وفريكونسي تغيرت نظرتي للحياة بشكل كبير. البعض يفكر بروم اي تو بي من ألف إلى با حروح أعمل خط أوصل للنجاح الحياة طلوع ونزول وبعد الليل يقين النور وبعد الغيم ربيع وزهور وهو بين داودة حتلاقي أنه في توازن في دبذبات طالع نازل حب فوق وحبة تحت. دعني أشرح بطريقة أفضل البندول درسنا في الفيزي وطفشونا في أيام الفيزي وإحسب حركة بندول الساعة تعلمنا أن البندول مستحيل أنه هو يروح في اتجاه لمستوى منخفض وبعدا يرجع لمستوى عالي نوع قد ما حيروح يمين قد ما حيروح يسار فخلينا نقول اليمين المتعة واليسار الألم الجنة والنار الجزرة والعصى النجاح والفشل القبول والرفض الإنجاز والإخفاق والحياة الرقصة بينهما بين كذا وبين كذا نحن نحن نهرب من مين نهرب من الآلم وغدنا المتعة كلها بس مني Noveل طيب mann يسوي بنبني حيطان أنا بنيت REIT هذا هنا عشان أحمي وعملت حوائد صد دفاعيه ما ب Regina بم لوح للألم أنا أبغى المتعة هناك بس مادريت إنه الجدار الذي أنا بنيته هنا عشان أحمي نفسي هو نفسه بنى جدار مواز بيحرمني protegران الإبنبني عشان نتخليjä الألم برا هي bonus تحقلي الفرح برا الجزران اللي نبنيها عشان يخلي المؤذيين بره هي اللي بتصعب على الطيبين إنهم هما يوصلوا لنا أيضا في واحد أن وجع في علاقة معينة بدأ يحكم على كل العلاقات وبدأ إنه يتقوقع يدخل في الصدفة تبعه في المحارة لأنه نوجع وما يتوجع ثاني. سجل عندك إذا ما سجلت حاجة من محاضرات يسجل بس هذه الكلمة جودة حياتك مرتبطة بمستوى عدم اليقين الذي تستطيع التعايش معه براحة قديش تقدر تخرج خارج منطقة الارتياح وتكون متحمل هذه جودة حياتك لأنه إذا أنت كمان تجسرت وأتحمل تطلع لمستوى أعلى ستلاقي أنه كمان روحت على المستوى الثاني في المقابل أطلب الموت توهب لكم الحياة ومعروف في الاستثمار ذهير ذريسك ذهير ذريورد تبا مخاطر عالية ستكون العوايد على تبتلعب على هذه ستفضل دائما هذه هذه فهذه منطقة الارتياح التي نصنعها وهذه التدب الذبات لما قلت لك فمنطقة الارتياح فيها الشعور بالأمان والتحكم وخليني زي ما أنا بيحدها دائما منطقة خوف خوف من خلق الأعذار تأثر بأراء الآخرين عدم الثقة بالنفس وهي اللي بتخوفنا نخرج من منطقة ارتياحنا لكن إذا تجرأت وواجهت مخاوفك ستتعلم أشياء كثيرة عن نفسك تكتسب مهارات جديدة تتعامل مع التحديات بتوسع من منطقة ارتياحك التعلم سيؤدي إلى منطقة أكبر التطوير والتحول والتغلب على صعوبات ووضع أهداف جديدة تحقيق أحلام وأهداف لكن لا نستطيع أن نصل للتطوير والتحول إلا إذا تعلمنا وما سنتعلم إلا إذا واجهنا مخاوفنا وما سنواجه مخاوفنا إلا إذا خرجنا من منطقة ارتياحنا فالكل أعتقد اللي جايين هنا ملتقى ميسك وجولة ميسك على مدار اليومين ما هم جايين عشان يبقوا يفضلوا في دائرة الراحة جايين يصنعوا تحولات يبقوا يروحوا منطقة التطوير والتحول والترانسورميشن والانتقال من طور إلى طور فكيف نصنع هذه التحولات خلينا أعطيك رسائل على السريع ما عندنا وقت نحن الآن حطر أننا نتكلم رسائل سريعة مفاتيح التحول يسموها فور اسز لازم يكون عندك فاينس ستراتيجيز شكرا ميسك إنها تجيب أهم الخبراء في شتى المجالات يعطوكم أفضل ما وصل إليه العلم حاليا فأحدث الاستراتيجيات قضية ثانية ستركشر هيكل خارط الطريق ما ينفع أن يكون عندك المقادير وما تحطها بتتابع صحيح ستخرب الوصفة فلازم يكون عندك خارط الطريق لتوظيف هذه الاستراتيجيات السرعة والسبيد ما ينفع التغيير ببطء ستخرب معك المسألة المسرعات الأشياء التي تخلي التغيير يكون بطريقة أسرع خاصة في العصر اللي إحنا ماشيين فيه بسباق محموم وأخيرا سبورت والدعم وجود دعم من الأقرام من الزملاء من المرشدين من الموجهين من جهات لازم يكون عندك بيئة داعمة هتمشي بمراحل يسموها نموذج جرو حط لي نفسك هدف قيم واقعك شوف الخيارات اللي قدامك واحسم أمرك واعقلها وتوكل هذه المرحلية اللي رح تمشي فيها إنك أنت رح تمشي بهذه المرحلية أهدافي واقع إيش إيش هي خياراتي إعقلها وتوكل سجل عندك المعادلة هذه واحد زايد واحد زايد خمسة زايد ثلاثة زايد واحد زايد ثلاثين زايد ثلاثين زايد عشرة زايد عشرة فهمتوا ما شرحت شيء لسه الآن سأقول أنا مش قبل قليلا قلت خلي عندك هدف في الخطوة التي قبلها لما قلت خلي عندنا هدف وبعدين قيم مواقعك زي الجي بي أس أنت بتحدد اللوكيشن الذي يريدك تروح هو يحدد موقعك ويحدد لك المساء فلما نقول حط لي نفسك هدف هدف كبير تقدمي هذه الواحدة الأولانية أول واحدة رقم واحد هدف كبير تقدمي بإنجازه سيكون أفضل طب الواحدة الثانية اللي جنبها أكي سكل مهارة مفتاحية لو كانت موجودة عندي تحقيق هذا الهدف سيكون تحصيل حاصل سيكون نتيجة الطبيعية فما المهارة المفتاح لتحقيق هذا الهدف فهدف ومهارة مفتاحية خمسة ثلاثة واحد خمسة كتب في موضوع المهارة المفتاحية راح أتعلم حول هذه المهارة خمسة كتب قيمة في موضوع هذه المهارة ثلاثة أونلاين كورسس واحد كورس حضوري لما نتكلم على دورة حضورية مكثفة ما تقنع عن ثلاثين ساعة هذا إذا كنت في اكتساب المهارة لتحقيق الهدف ثلاثين صفحة من الخمسة كتب يوميا. أنا اشتريت خمسة كتب لازم كل يوم على أقل يكون عندي ثلاثين صفحة وفي القراءة قيسة مش بالمدة لأنه دوبك وذا تقرأ دق الجوال راح الوقت أحسبها بعدد الصفحات ثلاثين دقيقة مشاهدة الأونلاين كورس لأنه أنت اقتريت أونلاين كورس لازم تلزم نفسك يوميا بأنك أنت تتابع ووقت أنك تطور في ذاتك ممكن أنت في السيارة ممكن أنت مثلا بتتمرم في النادي عشرة استقطع من وقتك ومالك للاستثمار في ذاتك عشرة في المئة من دخلك عشرة في المئة من وقتك تو انفست ان يورسلف العشرة الأخيرة عشرة في المئة من وقتك ومالك للاستثمار في الآخرين أخوانك الصغار أهلك أحبابك أصحابك الموظفين اللي عندك الناس اللي تحت كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فلما تحط عشرة في المئة من دخلك الاستثمار في رعيتك الناس اللي معاك من وقت ومن مال هذا اللي سيساعدك بإذن الله تحقيق الهدف الأهداف السنوية البعض ما بيحققها لأنه 12 شهر إنها لحياة طويلة فالناس يتحمسوا مع بداية السنة يسجلوا في الجيم وبعدين ما يروحوا بعد أول شهر وما يكمل ومن فيكم دفع اشتراك للنادي أول شهر وبعد كده ما راح يكمل بصراحة والكذاب يروح النار كلكم عملت الحركة هذه فإحنا بنتكلم سنة إنها لحياة طويلة لما نقول لك في شهر مدة زمنية قصيرة كل المتخصصين في الإنتاجية الشخصية بيقول لك السويت سبوت البقعة الحلوة للإنجاز تسعين يوم ثلاثة أشهر وان كورتر ربع عشان كده الشركات تخطط بالأرباع تسعين يوم طويلة للإنجاز وتشوف نتيجة بس قصيرة بما يكفي ليبقائك متحفزا سنة ستبدأ تدلع شهر ستحس أنك أنت مضغوط فبالتالي الجاد فيكم ونعتقد أنه كنتم من الجادين ستعمل لكل ربع هذه المعادلة أب 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 رشاد السنة 12 شهر أربعة أرباع كل ربع أعمل فيها هذه المعادلة وتكون هذا الثيم حق الكورتر تبعي إذا أنا جاد في النجاح توتالي على نهاية السنة عندك سيكون في عشرين كتاب سيكون عندك إثناثر كورس أونلاين وحيكون عندك أربعة دورات حضورية هذا إذا يتكلمني وتقول لي أن أنا جاد في النجاح شباب كثيرين يأتي يقولون لي أنا بدي أكون ناجح وبيدي أنجز أقول له ما خطتك للتطوير الشخصي يقول لي كيف يعني أقول له ما الخمسة كتب التي تعرفها بالإسم ومحددها ولو سألتك تقول لي أنا حقرة وبعد ما خلص حقرة وبعد ما خلص حقرة وبعد ما خلص حقرة وحاطت هذه البلان ديو هابت عندك بيقول لي لا قلت له يور نات سيريس إناف من تجاد في الموضوع من تجاد في هذه المسألة إذا خصصت ساعة يوميا لدراسة مجال معين فستصبح خبيرا وطنيا في هذا المجال في خلال خمس سنوات بإذن الله كثرة الدق فك اللحام والماء مع ليونتي يذيب الصخر مع صلابتي ليس بالقوة وإنما بالاستمرارية خليني أختم بآخر حاجة تخذ أربع قرارات وأعتقد كل واحد منكم جاي ملتقى مسك تخذ قرار أريد أن أحدث فرقا بفعل شيء يحدث فرقا في وقت يحدث فرقا مع أناس يحدثون فرقا أريد أن أعمل شيء بفعل شيء يعني أبقى أغير ولازم أسوي شيء في دنيايا في توقيت تايمين يكون ممتاز مع ناس تساعدني في هذه المسألة شباب إن كنت الأفضل في وسطك المحيط فأنت في الوسط والبيئة الخطأ سهل تحيط نفسك بمجموعة ضعاف تستعرض عضلاتك عليهم منتخبنا الآن لمن يطلع على منتخب مثلا بيقارع منتخبات العالم بيطلع بيلعب على ليفل عالمي هذا اللي يطور اللعيبة أما تجيب فرق أضعف منك ناس أضعف منك سهل تجيب ضعاف وتباني أنت الأبرز فيهم إذا كنت أنت أحسن واحد في بشكتك في شلتك حبيب أنت في الشل الخطأ دور على ناس أقوى منك أحط نفسك بناس يشاركونك نفس الرسالة نابليون يقول جيش من الأرانب يقودهم أسد خير من جيش من الأسود يقودهم أرنب فما بالكم بجيش من الأسود يقودهم أسد راعي حفلتنا وراعي تجمعنا الأمير محمد بن سلمان شكرا مسك الخيرية على هذه الاستضافة يعطيكم العافية